خلاص يا صديقي بنقول لسنة 2022 باي باي ودخلين على سنة 2023 وبصراحة يا صديقي كده ومخبش عليك ويعني احنا ناس مش غريبة عن بعض سنة 2022 دي كانت سنة الساعد بتاعتي السنة اللي قدرت فيها فعلا امسك فلوس كويسة وابدا اقول هه الدنيا بقت مرتاحة شوية وانا ناوي ان شاء الله في سنة 2023 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بوعونك يا رب هضاعف ارباحي دي وانا صديقي دايما ما بحبش كده اخد النجاح لوحدي وبحب دايما صديقي اشاركك كل حاجة مفيدة فقلت ليه لا مجيش اشاركك ازاي تبقى غني في سنة 2023 وعشان عارف ان في ناس هتنزل تقول لي يا سلام يا طارق على السن يعني ان انت غني يعني فجايت انصحني ازاي بقى غني فهقول لك لا يا صديقي انا مش معايا فلوس والدنيا حالتها وحشة جدا وما تسمعش مني انت تسمع مني ليه فما تتبعش الحلقة للنهاية لو مش عايز لكن لو انت طبعا عايز تعرف ازاي تبقى غني سنة 2023 يبقى تابع الحلقة للنهاية يا صديقي انا طارق صادق وانت منظرني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد معاكم طارق صادق بفكركم ان احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيعة فما تبخلش عليها باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب يعني خلاص يا صديقي داخلين على المية الف فلما شعرف انت ليه مؤثر معايا كده انزل لعمل السبسكرايب يا صديقي عايزين نوصل للمية الف قبل ما سنة 2023 تيجي سدقني ساعتها هفرح اوي 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 لو حصلت تعالى كده بقى صديقي الغني ان شاء الله وصديقات الغنية ان شاء الله نعرف ازاي فعلا ممكن تكون غني في سنة 2023 او ازاي تكون غني اصلا حلقة النهاردة هي عبارة ان انا جبت ناس من الاغنية حرفيا اللي هما اغنية غنى فاحش اللي هما معهم فلوس كتير دول اوي اصطى وشوفت الناس دي عايشة ازاي والكلام اللي بنصحوا بيه الناس بنصحوهم بايه وحاولت اشوف الناس اللي كانت فعلا حالتهم ضنق ومشوا مع السراط المستقيم مراحوش يمين ولا شمال ولا باعو حاجات خارجة والكلام ده وفعلا وصلوا للغنى ووصلوا ان هما يبقوا وصلين لحالة اقتصادية مرتاحة وبدأت اخد كده نصيحهم صديقي عشان اعمل هملة في حلقة النهاردة والنصيح دي فعلا انا عملت بها في حياتي وفعلا فرقت معايا بشكل كبير جدا ولخصتلك كل النصيح دي في ست نقاط فتعالي يلا ندخل على اول نقطة معانا في ازاي تبقى غني في 2023 اول نصيحة معايا صديقي بقدمها لك هو انك لازم تسعى دايما للصروة مش للفلوس ولا للمكانة ايه ده طريق مش فاهم انا توهتم منك يعني اسعى للصروة مسعاش للفلوس مش انا لو سعتلي الفلوس يا طارق هيبقى معايا فلوس كتير فهبقى ساري هبقى غني يعني يا طارق فين المشكلة هقولك يا صديقي ان احنا عندنا كده في خطأ كبير احنا معتقينه احنا فاكريين ان انت المجرد ان انت شغال موظف في شركة كبيرة وبتقبط فلوس كتير يبقى انت كده خلاص بيد غني لكنك يا صديقي في الحقيقة انت مش غني ولا حاجة لما اجا اقولك غني مين اللي بيجي في دماغك يعني اكيد لو انت فكرت في ناس مصريين هيجي في دماغك ابو هشيمة نجيب سويرس لو فكرت في ناس عالميين هيجيلك ايلون ماسك مثلا هل الناس دي يا صديقي شغالين موظفين في شركات؟ لا يا صديقي الناس دي هي المسؤولة عن الشركات نفسها فلو انت كنت بتسعى ان انت تشتغل في وظيفة تجيبلك فلوس كتير بس ده اقصى طموحك في الحياة عمرك ما توصل يا صديقي لدرجة ان انت تبقى غني لكن الغني الحقيق يا صديقي هو اللي بيسعى دايما ان يكون عنده اصول الاصول دي بتجيب له فلوس كتير وهو نايم في بيته مرتاح وطبعا لو انت مش عارف يعني ايه اصول يبقى انت مقصل يا صديقي ومشوفتش الحلقة اللي فاتت عن الكتاب اللي علمني ازاي اكسب فلوس اللي اتكلمنا فيه عن الاصول ويعني ايه اصول وان الاصول دي حاجات زي العقارات زي الاراضي زي المشاريع الحاجة اللي انت بتتعف فيها اوي مرة وبعد كده هي بتجيب لك فلوس بعد كده يعني مثلا انت لو موظف وبتقبض مرتب كويس انت كده مش غني بس ده ممكن يكون بداية طريقك للغنى عن طريق ان انت كل شهر بتوفر من المرتب بتاعك جزء الجزء ده بتحطه على جزء تاني على جزء تالت لغات ما تعمل جزء كبير جدا بالجزء الكبير ده جدا ممكن تروح تعمل مشروع او ممكن مثلا بابسط مثال تروح تشتري عقار العقار ده صديقي اسمه هنا اصل الاصل حاجة انت دفعت فيها فلوس مرة واحدة بس هي هتفضل مدى الحياة تجيب لك في فلوس انت بعد ما تاخد العقار ده لو رحت اجلته بثمن محترم كل شهر يا صديقها هيبدأ يجيب لك فلوس من غير اي مجهود انت عادت في بيتك اشتريت العقار ده مرة واحدة بس واجلته للناس فكل شهر وانت في بيتك بيجي لك مرتبك عادي جدا من الاجار بتاع العقار ده تبتخيل كده بقى عندك عقارين ثلاثة اربعة خمسة وكل واحد منهم كل شهر بيجيب لك اي جاره طبعا سامعك يا صديق اللي بيقول ما ده كلام يا طارق وكلام بتقال وفيش حد بيعمل كده طب انا ازاي هيبقى معي عقار ما العقار ده كبير هاجه اقول لك يا صديق انك لو كنت شفت الحلقة اللي فاتت عن كتاب الاب الغني والاب الفقير كنت اتعرف ان الكاتب فعلا كان ما معهوش اي حاجة كان انسان عادي جدا من اب متوسط الحالة المادية ما كانش غني ومع ذلك بقى بيتاجر في العقارات وان هو عمل صفقات مع ناس زي دونالد ترامب اللي كان مسك امريكا ومش لازم يا صديقي اول ما تبدأ تبدأ بعقار ممكن تبدأ بمشروع صغير المشروع ده يكبر واحدة بواحدة لغاية ما تعمل مشروع كبير النصيحة رقم اثنين يا صديقي هو انك لازم تسعى دايما في حياتك انك تمتلك اصول تحررك من عبودية الوظيفة يعني يا صديقي اسعى دايما ان الوظيفة اللي انت بتشتغلها تكون مجرد سلمة السلمة دي تقودك ان انت يبقى عندك مجموعة منه الاصول تجيب لك فلوس وانت نايم في بيتك مرتاح ما تعيش حياتك كلها صديقي جوا عبودية الوظيفة اللي هو انا اقصى طموحي ان انا ترقى في الوظيفة دي اقصى طموحي ان انا يجيلي حوافز او بونس زيادة الشهر ده اقصى طموحي ان الشركة تديني اجازة علشان اصافر رحلة مع عيلتي وتكون مدفوعة الاجر كل ده صديقي احنا للأسف معتقدين دي الرفاهية بقى ودي الفلوس مع ان في قد الواقع انت عايش في جو من العبودية جو الوظيفة دي بالك كله مشغول بالوظيفة دي ما عندكش الحرية المالية اللي انت تروح في اي وقت من اللي انت عايزه ما عندكش الحرية المالية اللي انت بقعد مرتاح في بيتك عشان تتعبان عايز تطلع رحلة عايز تطلع سفرية ويكون بيجيلك فلوس عادي وانت عايز في بيتك ما عندناش رفاهية دي مع الوظيفة السابتة ويلا هيجي يقول لي يا طارق على فكرة الوظيفة السابتة دي يا طارق امان وهي دي الحاجة اللي بتقضمن لك مستقبلك وان انت ليك مرتب شهري كل شهر هيجي اقولك يا صديقي ان كورونا اثبتت لنا ان مفيش حاجة اسمها وظيفة امنة ناس كتير كانت شغلة موظفين في شركات محترمة وفي اماكن محترمة ومرموقة في يوم وليه لاجات كورونا الشركات دي قفلت الناس دي السراحة قاعدت في بيوتها فمفهوم الوظيفة الامنة صديقي مبقاش متاح اصلا وكورونا اثبتت لنا ان كل حاجة في لحظة ممكن تتقلي بالعكس النصيحة رقم 3 معانا صديقي هي انك لازم تبدأ تستغل وجود الانترنت في حياتك لا بجد يا صديقي انت ازاي معك موبايل او معك تابلت او معك لابتوب او معك اي حاجة بتدخلك عن نت ولسه مكسبتش منه فلوس ازاي بجد قنعني الانترنت دلوقتي يا صديقي بقى مليان وظائف منها وظائف ممكن تعتبرها حاجة كده رفاهية حاجة كده جنب الشغل بتدخلي مرتب هامش كده من المرتب بيزوق معها الحياة بيعالي من المستوية الاجتماعي وممكن تلاقي وظيفة تكون الوظيفة دي هي اصل الاساسية اللي بتدخلك مرتبك كله زي حالتي مثلا انا وظيفتي كاملة كل الشغل اللي بيشتغله كل الفلوس اللي بتجيلي او اغلبه ويكون عن طريق الانترنت فانت فعلا يا صديقي الساعة اللي انت بتقعد تضياها على الانترنت وانت بتتصفح السوشال ميديا وبتشوف فستان دونيا وازاي احمد كان لابس نفسي رونالد بيبيون بتاعت عماد ففرح خلت صاحبهم انت كان ممكن في الوقت ده تدخل تتعلم لك مهارة جديدة تتعلم لك حاجة ممكن تعملها على الانترنت تجيب لك فلوس تدخل لتتعلم ازاي تصنع محتوى وتكسب منه فلوس ازاي تعمل بلوجر وتكسب منه فلوس وظيف كتير جدا ازاي تبدأ تتعلم الحاجات المهارات بتاعت المستقبل حرفيا الانترنت كنز يا صديقي ما تضيعوش من بين ايديك بمناسبة الانترنت والفرص يا صديقي انت ليه لسه ما عمتيش لايك لغاية دلوقتي انزل يا صديقي اعمل لايك وعمل سبسكروب للقناة بالنزل حاجات كتير عن وظيف وحاجات ممكن تستغلي بقى الانترنت يعني انت لو عايز تبحث ما تبحثش تابعني تابعني بس كفية هتعرف كل حاجة رابع نصيحة يا صديقي بنصح لك في حالة النهاردة ان انت معاك مهارتين مهمين جدا لازم تتعلمهم مهما كانت وظيفتك في الحياة وهما السيلز والماركتنج ازاي تبيع يا صديقي وازاي تسوق للشغل بتاعك مهما كنت تشاطر في الشغلية بتاعتك ومهما كنت بتعمل احسن منتج موجود في السوق لو المنتج يا صديقي الجامد جدا ده اللي مفيش منه اتنين في السوق مقدرتش تسوق له صح وقدرت اتبيعه عشان تجيب منه فلوس بشكل صح يبقى المنتج ده صديقي مالوش اي لازمة ما هو يا فرحتي عملت منتج جامد جدا بس ما قدرتش اسوق له صح وما قدرتش ابيعه فما كسرتش منه فلوس فالمنتج ده هرمي في الاخر هيتعانى عني في المخزن وحتى لو ما عندكش منتج انت بتبيعه انت شغلانتك مثلا هي انت بتعمل مهارة معينة لو انت مش قادرت تسوق لنفسك كشخص انت مش هتلاقي الفلوس فاهم مهارتين يا صديقي في اي وظيفة بيجيبولك بعد كده فلوس وفلوس محترمة تؤدي ان انت تبقى غاني في 2023 بقى في 2024 في اي سنة من السنين هي مهارة البيع ومهارة التسويق فيه طبعا مهارات تانية زي التفاوض وزي الاقناع المهارات ده كلها كويسة وكل المهارات ده هت مهمة جدا بس انا شايف من وجهة نظري ان المهارتين دول مهمين جدا خامس نصيحة صديقي بقدمها لك في حلقة النهاردة هو انك لازم يا صديقي يبقى عندك المرونة وتبدأ تتابع الاسواق الجديدة للاغنياء ايه ده يا طارق يعني ايه الاسواق الجديدة بتاعت الاغنية هم الاغنية لهم سوق جديد يا طارق وسوق قديم اه يا صديقي فيه سوق قديم وفيه سوق جديد السوق القديم يا صديقي بتاعي الاغنية اللي هو كانت الوظيفة القديمة اللي هو انا هشتغل في الحديد والصلب مثلا الحاجات دي كويسة وبتجي فلوس اما السوق الجديدة صديقي ممكن يكون مجال زي البرمجة انا هتعلم برمجة وهبدأ برمج للناس برامج وحاجات فابدأ بعالهم انزلها على جوجل بلاي وهنزلها على ستورز فتبدأ تجيبلي فلوس وانا عاد في بيتي دي تجارة ودي تجارة ده سوق وده سوق ففيه اسواق جديدة دايما بتتفتح زي البرمجة زي الديجيتال ماركتنج زي تعلم المونتاج كل الحاجات دي اسواق جديدة ممكن لو انت دخلتها تبدأ تعمل نفسك مصادر دخل كويسة جدا واحنا هنا في القناة تكلمنا عنهم كلهم اتكلمنا عن البرمجة وتكلمنا عن التسويق وتكلمنا عن المونتاج وصناعة المحتوى كل الاسواق الجديدة بتاعت الاغنية وان كل الابحاث بتقولك مثلا ان البرمجة هتبقى صاحبة المرتبات رقم واحد في العالم كل ده احنا اتكلمنا عنه هنا في القناة صديقي مش عايف انت لسه ما تبعتنيش المفروض بعد الكلام ده تكون انت تبعتني وعملتي لايك وشفت بقى الفيديوهات انت اللي بتضيع الفرصة من نفسك هوا سادس نصيحة يا صديقي وتعتبر واحدة من اهم النصيح اللي بقدمها لك النهاردة في ازاي تبقى غني في الفين ثلاثة وعشرين هو انك لازم تكون مدرك كويس ودماغك دي فهمة كويس ان اوبشن ان انت تبقى غني ده مش سهل خالص لو كان اوبشن يا صديقي ان انت تبقى غني ده سهل كنت شفت كل الناس اللي حواليك اغنيوا بيبعتروا الفلوس كده بس فكرة انك تبقى غني موضوع صعب يا صديقي لكنه مش مستحيل موضوع محتاج منك تضحية ومحتاج منك وقت ومحتاج منك انت تعرف تقول لا يعني انها دلوقتي خارج مع صحابي بس الخروجة دي كان ممكن اعود في بيتي اذا كل كلمتين الكلمتين دول هيزودوني جدا في مستقبلي وهيخلوني مثلا اتعلم مهارة جديدة كان ممكن صحابي اللي خارجين دول في نفس الوقت انا كنت هروح اتعلم منتاجه فلا وقتها يا صديقي قول صحابك معلش انا مش فاضي عشان مصلحتك يا صديقي وعشان انت عندك هدف عايز توصله لو تعلمت يا صديقي تقول لا وتعلمت ازاي تضحي بالحاجات اللي انت عايزها عشان حاجات تانية اهم سدقني يا صديقي ساعتها هتوصل لازم تبقى مدرك ان عقلية الشخص الغني عقلية صعبة شوية وعقلية بتضحي كتير عشان تقدر تاخد الاكتر لو قدرت توصل يا صديقي للمرحلة دي وتبقى مدرك كويس كمية العقبات والصعوبات اللي هتعدى عليها فالف مبروك يا صديقي انت هتبقى شخص غني وانصحكم بشدة ترجعوا تشوفوا الحلقة اللي فاتت اللي اتكلمت فيها عن الكتاب اللي علمني ازاي يجيب فلوس في حياتي الكتاب ده فعلا مهم جدا والحلقة دي مهمة جدا 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 هسبالكم تحت في الوصف الفيديو وهسبالك في اخر الفيديو في اخر الفيديو كده هتلاقي في مربع ظهر في الحلقة دي وبس كده صديقي كده هتبقى غني في الفين ثلاثة وعشرين ان شاء الله اتمنى تكون الحلقة عجبتكم واتمنك تكون نزلت عملتلي لايك حلو كده زيك وعملتلي كومنت لطيف من الكومنتات اللي بحب اقرأها واما حاجة تكون عملتلي سبسكرايب يا صديقي عايزينك تعمل كده متابعة وتفعلي زرارة الجرس عشان عايز اوصل لمية الف متابع ان شاء الله قبل نهاية الفين ثلاثة وعشرين وبمساعدتك صديقي وبمسندتك هنوصل لها باذن الله شارك الفيديو ده مع اصحابك اللي عايزوا بيبقى اغنية يمكن تبدو مشروع مع بعض اتمنى يكون الفيديو كده لطيف وخفيف وتكونوا حبتوه واتمنى كمان انتو تكونوا وعملتوه لايك وسبسكرايب اللي ستطلبه منكم من شوية كان معاكم طريق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة